إذن نتوسع أكثر في هذا الملف لينضم إلينا الآن الباحث بالشأن السياسي الدكتور زياد العرار الدكتور مساء الخير وأبدأ معك في أنباء الآن متداولة بأنه سيد مقتدى الصدر حاليا في العاصمة بغداد إذا ما صحت هذه الأنباء هل من الممكن أن تؤدي هذه الزيارة إلى نتائج بخلاف الزيارات السابقة مساء الخير لحضراتكم والمشاهدين الكرام الحديث إذا كان السيد الصدر في بغداد بحسب الأنباء المتواتر على وجوده في بغداد فهي ضمن الدعوة التي أطلقها والتي تهاتف بها هاتفيا مع الرئيس برزاني حول ضرورة إجراء الحوار بين التحالف الثلاثي بعد المتغيرات التي حصلت فقد تحصل هذه اللقاءات في بغداد سيما وأن الرئيس الحلبوسي أنهى جولته وحضوره للبرلمان العربي في القاهرة فبالتأكيد ستكون هناك حوارات قد تكون في بغداد وقد تنتقل إلى أربيد لتتمت هذه المشاورات في ظل المعطيات الجديدة وفي ظل ما ستسفر عنه الاتحادية من قرار بشأن مشروعية فتح باب الترشيح من عدمه لمرة ثانية لمنصب الرئيس أتذكر دكتور أنه الاتصال الذي حصل بين الزعيم الديمقراطي السيد مسعود بارزاني والسيد مقدد الصدر تحدث عن اجتماع لكتل الأغلبي وليس القادم الاجتماع يكون للرئاسات هذا المفهوم العام ليقرر الرئاسات الثلاثة في التحالف الثلاثي التيار والسيادة والديمقراطي ليقرروا شكل وما هي الوجهة المقبلة في عملية الحوار وقد يكون هذا على ضوء ما ستقرره الاتحادية وقد يشهد هذا الاجتماع توصيات أو إعطاء ضوء آخر للقوى الأخرى مثلا للديمقراطي بأن يعيد الحوار مع الاتحاد والسيادة بأن تتحاور مع من تراه قريب لها وكذا التيار لكن تعرف التيار اتخذ قرارة بعدم الحوار الآن في مخرجات الاجتماع المقبل السيادة قريبة على من؟ يعني قد تكون لديها قوى أخرى يعني لا تنسى حضرتك أكو قوى سنية هي خارج الاتلاف الآن يعني أكثر من 13 نائب أكو نواب مستقليين قريبين من السيادة فهذه إذا حصلت إذا وصلت القوى السياسية إلى مرحلة أنه لا مجال من الحوار إلا بأن من يستطيع أن يشكل الأغلبية لا زالت هناك يعني رغبة أو يعني خلينا نقول محاولة ذا البعض بأن يكون هناك توافق ما قبل النهاية لكن إذا وصلنا إلى المرحلة النهاية وأنا أعتقد بأننا وصلنا إليها يحاول التحالف الثلاثي أن يوجد الميتين وعشرين والميتين واثنين وعشرين نائب ليدخل بهم لجلسة انتخاب الرئيس مثل ما يحاول الإطار ومن معه من القيادات السياسية والقوى السياسية أن توجد بتحالف جديد أكثر من 130 نائب وعلى الأقل يضمن الطرف الثلث المعطل وبالتالي سنشهد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق المعطيات الحالية وما ذكرته أنا أقول بأننا وفق هذه المعطيات سنذهب إلى جلسة برلمان تعتمد الأغلبية أغلبية من يصل إلى الثلثين في اختيار الرئيس سيمرر لا أتوقع أن يحصل توافق بين القوى السياسية على مبدأ التوافق القديم لأن الخلاف يتسع لا توجد بوادر تقول تعطي إشارات معطيات بأن هناك التآم وتوافق الكل يذهب باتجاه الأغلبية إلا إذا حصل متغير بأنه يقرر القيادة في الإطار شيء آخر جديد لأنه أيضا عندهم اجتماعات والتحالف الثلاثي عنده اجتماعات بكل الأحوال لن يغير قرار الاتحادية من شيء من الوضع الحالي بشأن مشروعية إعادة الترشيح أو عدمه إلا أنه سيعطي للقوى السياسية دافع بأن تذهب باتجاه حوارات جديدة كيف ممكن إبطال ترشيح السيد المرشح الديمقراطي السيد سيد بر أحمد ممكن يعني طبعا هذا وارد يعني القرار الاتحادية وكل القوى السياسية منتزم بقرار الاتحادية والقوى السياسية حتى لكن كيف لا يؤثر دكتور أنا مو أقول ما يؤثر وإنما سيعطي أي شيء يعطي سيجبر القوى السياسية على إعادة قراءة المشهد من جديد إعادة قراءة المشهد من جديد يعني قد تعطي مجالا لباب حوار آخر جديد هذا طبعا باحتمال الضعيف الاحتمال الكبير هو أن نذهب إلى الأغلبية العددية داخل جلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية المقبل طيب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي إذما اتفقا على مرشح تسوية لحل خلافاتهم هل سيؤثر هذا على التحالف الثلاثي أو غيره أو حتى الأغلبية العددية إذا اتفقوا على مرشح تسوية ستمر بالأغلبية العددية إذا اتحق الاتحاد بالتحالف الثلاثي وكان معا الديمقراطي بالتأكيد ستمر بالعددية إذا حصل قرار من الاتحاد بعدم مشروعية فتح باب الترشيح سيعاد النظر وسيعاد النقاش بالرئيس برهم صالح ما بين القوى الكردية هذا الأرجح وقد يعاد النظر بآخرين لكن طبيعة القوى السياسية الموجودة طبيعة القوى الكردية لا تريد أن يكون رئيس للجمهورية من خارج كواليسها الرسمية يعني ما تريد واحد مستقل يجيس الرئيس الجمهورية أو واحد بعيد عن العمل السياسي بالمشهد من 2003 لذلك كل شيء إلا أن النقاش سيفتح مرة ثانية حول الرئيس صالح بالتأكيد لن يؤثر على القوى السياسية الأخرى لكن بالتأكيد سيجعل موقف الاتحاد من الإطار موقف صعب وطبعا الاتحاد لا يريد أن يغادر الإطار والإطار لديه مشروع والاتحاد متمسك وهناك ضغوط سياسية داخلية وخارجية على أن تبقى الكفة بهذه الموازنة الصعبة تعرفون حضراتكم الجمهور الكريم ما أصعب المشهد أو جعله صعبا إلى الغاية هو قرار الاتحادية بالثلاثين لانتخاذ الرئيس هل من الممكن دكتور زياد إعادة ترشيح السيد برهم صالح لولاية ثانية أن يذهب بنا إلى حكومة توافقية على الاعتبار أن الاتحاد الديمقراطي مع الإطار التنسيقي متقاربان ولربما سيذهب مع التحالف الثلاثي ونشهد حكومة توافقية يعني الاتحاد يذهب مع التوافق مع الديمقراطي مع الإطار التنسيقي والعدد العدد يحكم ويعني مرور الرئيس صالح ليس بالأمر السهل بالنسبة للأعداد تعرف حضرتك المشكلة في الأعداد حتى الاتحاد الآن هو مع الإطار الأعداد ما موجود طيب كيف رجحت إذن أنه مسألة تحقيق الثلاثين يسيرة لا 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 ما أقول يسيرة لكن قلت أنه الديمقراطي إذا الاتحاد التحق بالديمقراطي وهناك مستقلين قد تحصل عملية المرور بـ 222 نائب يعني هذا نصاب 20-22 قد تتحقق بهذا المرور وقد نشهد رئيس للجمهورية في هذه اللحظة تحديدا وفق قراءتك هل هناك هذا العدد عدد الثلاثين يعني لحد الآن الأعداد متقاربة يعني لم تحقق النصاب الكامل لكن قد يحصل نتحدث عن التحالف الثلاثي لديهم هذا العدد يعني لا طبعا لا لا لكنهم قريبون إذا نضم الاتحاد الوطني سيكونون حاصين على العدد الكافي لتمرير الرئيس وبالتالي ستكون حكومة أيضا حكومة أغلبية مشهد جديد سيكون طيب شكرا جزيلا الباحث بالشأن السياسي الدكتور زياد العرار شكرا دكتور شكرا جزيلا للمشاهدة